اشتركوا في القناة احد دعاتها السلفية هم العدو فاحذرهم اما المصارى ليسوا بعدو السلفية ينزل علينا ايات نزلت في المنافقين ويقول هم العدو فاحذرهم فنحن اعداء ويقول عن اهل السنة والجماعة هم العدو فاحذرهم وكذلك ايضا كان يتمسح في السلفية ودعاتها ويفاخر بهم امام الاشاعرة لا تجد احد له ردود نافعة للفلاسفة او للملاحدة من الان في يومنا هذا اليوم يعني من الذي يرد عليه سامي عامري وهو سلفي يابق نيبي وهو سلفي هيثم طلعت وهو سلفي احمد السيد وهو سلفي عجيري ايضا سلفي كل المسلمين الرد على هؤلاء سلفي واكبر جهد واضح في الرد على الشيعة هم السلفية اكثر علماء الحديث في العالم الاسلامي اليوم هم السلفية الان انظر الى القنوات المتخصصة بالرد على الشيعة وليد اسماعيل سلفي فراج الصحيبي سلفي رامي عيسى سلفي خالد الوصابي سلفي لم يتوقف الامر عند هذا الحد بل كان يفاخر بمساجد السلفية والوهابية اذا كنت تريد ان تعرف ما هم الوهابية والسلفية انظر الى مساجدهم قارم مساجدهم بمساجدكم يا صوفي قارم مساجدهم التي يعلم فيها التوحيد ويعظم فيها رب العالمين بمساجدكم التي يرقص فيها اذا الرجل كان من السلفية ويتفاخر بها ويفاخر بدعاتها امام خصومه فما الذي حدث له بعد ذلك شاهدوا هذا المقطع حتى نفهم سر هذا الانقلاب والتغير الكبير الالماني يعتبرون السلفي نعم الفكر السلفي يعتبرونه يعني شيء محظور هنا في المانيا احسنت يا محمد شمس الدين ماذا ستفعل الآن حتى تخرج من هذه الورطة الكبيرة تفضل اخبرنا يا مفتون قل إنك سلفي باللغة الألمانية لو أنك صادق أنا لست سلفي لا أنتمي إلى السلفية هل أنت سلفي لا أنا لست سلفيا كلمة سلفي أنا منذ زمن لا أنتسب السلفي لا نقول ذلك وأكرره أنا لا أنتسب إلى السلفي السلفي لا وأنا على فكرة لست أبدا من الذين يسمون أنفسهم سلفي سحبا لجماعتكم أنا أساسا لست منضم لجماعتكم يؤسفني أن أقول كنت أظنك سلفيا ولست كذلك نسأل الله العفو والعافية والثبات على الدين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قطح الله هذا الفكر فكر فاسد قبح الله فكركم قاتل الله فكركم قاتل الله فكركم قاتل الله دعوتكم يا أيها الفسقة يا أيها الجهلة ولا أريد الدعاء عليكم أسأل الله يهديكم الله يأسأل الله يهديكم أصبح محمد شمس الدين الخنجر المسموم ضد السلفية وصار يطلق عليه مسمى المدجنة ولم يترك عالما ولا داعية من السلفية إلا وطعن فيه وحاول إسقاطه إن هذا الفتان تسلق على أكتاف السلفية حتى يشتهر بين الناس وعندما وجد أن السلطات الألمانية تحارب السلفية غير جلده وصار يتبرأ من السلفية بل ويسعى لإسقاطها لمصلحة من يعمل هذا الفتان المتلون هل تظنون أن ألمانية التي تحارب السلفية ودعاتها وهم في نظر هذا المفتون يعتبرون من المميعة ستترك رجلا يريد أن يحملهم على الغلو والتكفير والتبديع والتفسيق أترك الجواب لكم